موسيقى النشرة البغاربية مباشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان ديمستورا مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في طار الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى بريتوريا كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أكد في وقت سابق توجه المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية ديمستورا إلى جنوب أفريقيا بدعوة من حكومتها مؤكدا خلال مؤتمر صحفي أنه سيشارك في اجتماعات مع كبار المسؤولين في جنوب أفريقيا تتصدرها مسألة الصحراء الغربية يتوجه المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية ستيفان ديميستورا إلى جنوب أفريقيا بدعوة من الحكومة لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في جنوب أفريقيا لبحث قضية الصحراء الغربية تمكنت مفارز ووحدات الجيش الجزائري من إحباط محاولات إدخال أكثر من 12 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط أكثر من 211 ألف قرص مهلوس مع توقيف 57 تاجر مخدرات بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أفد بأن وحدات ومفارز الجيش نفدت خلال الفترة من 24 إلى 30 جنفي عديد العمليات أسفرت أيضا عن توقيف أو على توقيف سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية المصدر ذاته أضف أنه بجنوب البلاد تمكنت وحدات الجيش من توقيف 95 شخصا وضبط متفجرات ومعدات وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب كما تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحل البلاد وإنقاذ 211 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع هذا وتم توقيف 569 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في موضوع آخر استقبل وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف الأربعاء رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدى غشقر كريستين رازا مانهاسو التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بيان للخارجية الجزائرية أوضح أن اللقاء شكل فرصة استعرض خلالها الجانبان العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجزائر ومدى غشقر وسبول الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات ذات المنفعة المشتركة المصدر ذاته أضف أن الجانبين أشادا بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام من روافد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين كما أكد على ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني وتفعيل مختلف آليات التعاون فضلا عن تكتيف الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها إنشاء منطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية حث وزير السكن الجزائري طارق بالعريبي على ضرورة تبادل الخبرات بين الجزائر والصين في مجال التكنولوجيا المنتهجة في بناء وتهيئة المدن الجديدة خاصة وأن الجزائر بصدد تشهيد مدن جديدة على غرار مدن بوكزول المنيعة وحاسم سعود بيان لوزارة السكن الجزائرية كشف أن ذلك جاء خلال زيارة الوزير بالعريبي إلى المدينة الجديدة سيونان التي تبعد عن العاصمة الصينية بيكين بمائة وخمسة كيلومترات حيث من المفترض أن تستقف خمسة ملايين نسمة وقدمت لوزير السكن الجزائري شروحات حول التكنولوجيا المنتهجة في بناء وتهيئة هذه المدينة التي من شأنها فك الخناق عن العاصمة بيكين كما قام وزير السكن الجزائري طارق بالعريبي حسب المصدر ذاته بزيارة إلى أكاديمية الفلاحة والغابات حيث قدمت له شروحات متعلقة بالطرق الحديثة والتكنولوجيا المستعملة في المجال الزراعي وإدماج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال لتختتم الزيارة بمباحثات حول سبل التعاون ونقل التكنولوجيا مع إمكانية تكوين إطارات جزائرية في هذا الشأن اختتمت مساء ثلاثة بالعاصمة الجزائر أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن عدة آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية قد وقع على ورقة الطريق المتوجة لأعمال وشغال هذه الدورة وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد ونظره التونسي كمال الفق بحضور ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين وممثلي القطاعات ذات العلاقة بتنمية المناطق الحدودية في تصريح الله أكد وزير الداخلية الجزائري أن ورقة الطريق هذه تتضمن مشاريع واقعية وحقيقية موضحا أن ولاة الولايات الحدودية الجزائرية سيبقون في تواصل دائم مع نظرائهم من الولايات الحدودية التونسية ذلك بهدف تنفيذ هذه المشاريع الطموحة وفق تعبيره بدوره دعا وزير الداخلية التونسي كل الفاعلين إلى العمل على إنجاح مخرجات هذه الدورة من أجل ترقية الولايات الجنوبية للبلدين من باب فك العزل عن ساكنة المناطق الحدودية اقترح واليي تبسة والقصرين إعداد دراسات من طرف لجان مختصة حول إعادة استغلال خط النقل البري الرابط بين تبسة ومدينة القصرين والذي كان مستغل في وقتين سابق وكذا إعادة إحياة خط النقل الحديدي بين قسنطينة وحيدرة بتونس عبر تبسة التعجيل باستكمال مشروع الدراسة حول تطوير مبادلات تجارية والاقتصادية عبر الحدود بين ولايتي الطرف وجندوبة المخرجات لهذا الاجتماع كانت كافية وكانت على الأقل مقنعة للكثير من السادة الولاد لابد علينا أن ننظر إلى المحاذير وخاصة الأزمات المفتعلة التي يحاول تحاول بعض الجهات على الأقل أن تفتعلها في جنوب الصحراء الأفريقية والساحل الأفريقي ويجب علينا في هذه الحالة أن نكون سباقين من أجل مدر يد إلى أخوتنا الأفرق وجعل هذا الموضوع ارتداديا على من أثاره دون أن نتأثر نحن بالأثار السلبية ونبقوا مشتكين وبكين قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2024 وفق ما ورد في الجديدة الرسمية التونسية بحسب المصدر ذاته فإن تمديد حالة الطوارئ سيكون ابتداء من 31 جنوبي 2024 إلى غاية 31 ديسمبر من نفس العام هذا وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحية استثنائية على غرار منع التجمعات وحظر التجوال تفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمصرحية في ليبيا بحث المبعوث الأممي عبدالله باطل مع عديد القادة الليبيين العملية السياسية في البلاد والرؤى التي يمكن أن تؤدي للوصول إلى تنظيم الانتخابات والخروج من حالة الانقسام الداخلي مجددا دعم البعثة لإنجاح مصاري المصالحة الوطنية أي طريق أنجع لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا؟ النقاش الأبرز الذي يشغل بال الساسة في البلاد في الأوينة الأخيرة أمام توجس متضاعف من العودة إلى المربع الصفر واقع جعل الفرقاء السياسيين في ليبيا مجبارين على كسر الجمود السياسي الذي تمر به البلاد أما حقيقة الأزمة خلافات مستمرة بين مجلسي الدولة والنواب ترهن حسب مراقبين التوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف بالنظر إلى مواقف كل منهما خاصة فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية أمر شددت عليه البعثة الأممية في ليبيا عند لقاء مبعوثها عبدالله باطيلي برئيس مجلس النواب عقيل صالح حيث ألح باطيلي على ضرورة مشاركة جميع القادة بشكل إيجابي في الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية نشدد على ضرورة مشاركة جميع القادة بشكل إيجابي في الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الجمود الذي يسبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي حان الوقت للتواصل إلى حل شامل وتوافقي ينهي الفترة الانتقالية ويوفر الاستقرار على المدى الطويل في الجهة المقابلة يبدل مجلس الأعلى للدولة على لسان رئيسه محمد تكالى دعمه كل الجهود التي تعنى بمصلحة المواطني وتسهم في إنجاح مبادرات المصلحة الوطنية ولم الشامل دون قيد أو شرط حسب تعبيرها المجلس الأعلى للدولة يدعم الجهود المثمرة التي تعنى بمصلحة المواطن والوطن وتسهم في إنجاح مبادرات المصلحة الوطنية ولم الشامل كما نسعى للانخراط في أي مبادرة من شأنها كسر الجمود دون قيد أو شرط قبيل انعقاد القمة الافريقية الليبية في العاصمة الكنغولية برازافيل الأواخر في فريل مقبل في إطار التمهيد لمؤتمر المصلحة الوطنية الذي ستحتضنه مدينة سيرت الليبية شهر آفريل المقبل ينتاب الليبيين تخوفات متضاعفة من عدم التوصل إلى توافق يفضي إلى الانتخابات انتخابات يقول باطيل لإنها ستكون مخرجا من حالة الانسداد الراهن وتمهيدا لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا نهاية النشرة المغربية في أمان الله اشتركوا في القناة